السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي طلاب الصف الخامس أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات منهج الكناج ويمكملين يا حلوين مع يونيت 2 I want to be healthy والنهاردة معدنا مع الدرس الثاني طبعا إحنا عارفين إن اليونيت I want to be healthy بتتكلم عن إزاي البني آدم يبقى إنسان صحي ويممكن نبقى صحيين من خلال إيباع من خلال الأكل الصحي ومن خلال كمان ممارسة الرياضة يبقى how to be healthy من خلال eating healthy food ومن خلال doing sports من خلال ممارسة الرياضة فالنهاردة هنتعرف مع بعض على أنواع من sports أو الرياضات أو الرياضة معانا هي رياضة التايكوندو والتايكوندو بالإنجليش اسمه تايكواندو نقول مع بعض تايكواندو وطبعا نكتبها في النوتبوك تايكواندو اللي هي التايكوندو بعد كده حلوين عندي التنس طولة اسمها تايبول تانس تايبول تانس تايبول تانس عبارة عن two players أو اتنين بيلعبوا كل واحد فيهم مع الراكت أو المضرب الخاص بي وبيلعبوا تايبول تانس تايبول تانس بعد كده عندي كلمة handball handball طب يعني ايه handball hand يعني يد وبول يعني كرة فهانبول على بعضها يعني كرة اليد يبقى كده عندي ثلاث أنواع من السبورس أول واحدة تايكواندو وبعدين تايبول تانس وبعدين handball طيب فيه ألعاب بتتلاعب في فريق كلمة فريق يعني team زي ايه مثلا زي الباسكتبول زي الفوتبول دي رياضات بنلعبها in team في فريق بعد كده عندي كلمة chess نقول مع بعض chess chess اللي هو الشطرنج يبقى chess يعني الشطرنج بعد كده عندي هواية الهواية دي اسمها drawing 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 دي يعني الرسم جاي من الفعل draw يرسم فdrawing يعني الرسم وممكن أقول my favorite hobby is drawing يعني اللعبة sorry الهواية المفضلة بالنسبالي هي الرسم بعد كده عندي كلمة poem poem يعني قصيدة poem يعني قصيدة زي النشيد بتاع العربي ودي طبعا حاجة في الانجليش خاصة بالpoultry أو الشعر يبقى عندي taekwondo اللي هي taekwondo table tennis tennis طولة hell ball كرة استقلياد team فريق chess يعني شطرنج drawing يعني الرسم وأخيرا كلمة poem يعني قصيدة بعد كده يا حلوين هنروح لصديقتنا داليا صديقتنا داليا النهاردة هتكلمنا عن نفسها هتكلمنا عن نفسها بخصوص ايه؟ بخصوص الرياضات اللي هي شطرة وكويسة فيها والحاجات اللي هي مش كويسة فيها أو مش بتعرف تعملها بشكل كويس كمان هتكلمنا عن إخوتها أول حاجة هتبدأ تعرفنا بنفسها فبتقول لنا hi I'm Dalia hi I'm Dalia لو أنا عايزة عرف نفسي هقول إيه my name is أو I am my name is علي أو I am Ali هي بتقول لنا hey or hi I'm Dalia I'm good at playing football and making cakes يعني أنا شطرة في لعبة كرة القدم وفي عمل الكيك يبقى لو أنا شطرة هقول إيه يا حلوين I'm good at I'm good at نقول مرة تانية I'm good at I'm good at يعني أنا كويس فيه بيجي بعدها إيه؟ بيجي بعدها الرياضة اللي أنا شاطر فيها أو الهواية اللي أنا شاطر فيها أو كمان المادة الدراسية اللي أنا كويس فيها هقول مثلا I'm good at Arabic أنا شاطر في العربي I'm good at English أنا شاطر في الإنجليش يبقى أي حاجة أنا شاطر فيها هقول إيه I'm good at أكسلنت حبيبي ممتزين طيب بعد كده بتقول لنا I'm bad at playing handball يعني أنا مش كويسة في إيه؟ لعب كرة اليد يبقى لو أنا مش كويسة في حاجة أو مش هعرف أعملها بشكل كويس هقول إيه؟ I'm bad at I'm bad at ونركز في حرف الجر سواء كان good كويس أو bad مش كويس هستخدم بعد وحرف الجر at يبقى good at و bad at يبقى لتلينا إيه؟ I'm good at playing football and making cakes I'm bad at playing handball أنا مش كويسة في لعب كرة اليد بعد كده بتكلمنا عن أخوها آسر فبتقول آسر is my brother آسر يكون أخي he is يعني بتتكلم عنه فبتقول he is he is good at playing tennis هو شاطر في لعب التنس and he is bad at helping me in that kitchen هو شاطر في مساعدتي في المطبخ يعني ما بيعرفش سعيدني في المطبخ بعد كده أختها سلمة بتقول my sister's name is سلمة يعني اسم أختي سلمة يبقى my sister's name ده اسم أختي لإن الأباسترو في اس بتاعة الملكية بتاعة إيه؟ بتاعة سلمة she is good at doing math هي شاطرة في الرياضيات يعني هي شاطرة في أنها تحل مسائل رياضية طيب هي مش كويسة أو مش شاطرة في إيه؟ بتقول لنا she is bad at tightening her room يعني مش شاطرة في ترويء أو ترتيب القوضة بتاعتها يبقى كده داليا اتكلمت عن نفسها نراجع مع بعض داليا شاطرة في إيه يا حلوين؟ داليا شاطرة في لعب كرة القدم playing football and making cakes طيب مش شاطرة في إيه؟ مش شاطرة في لعب handball طيب أسر أسر شاطر في لعب التنس وبدأت مش شاطر في إيه؟ helping داليا in the kitchen مش يعرف مش بيعرف يساعد داليا في المطبخ سلمة ما لها بقى؟ سلمة شاطرة في الرياضيات ومشاطرة في ترتيب قضتها بعد كده يا حلوين هنروح للانجويتش فوكس وهنتكلم عن الحاجات اللي احنا نقدر نعملها كويس والحاجات اللي ما نقدرش نعملها اللي لسه متكلمين عليها حالاً دلوقتي يبقى talking about الحديث عن things we do الحاجات اللي بنعرف نعملها or don't do well أو مش بنعرف نعملها قلنا هنستخدم إيه؟ لو أنا شاطر في الحاجة دي هستخدم good at good at ولو أنا بعرف عملها كويس جداً هستخدم great at great at يبقى كده عندي two options عندي اختيارين ممكن أستخدم good at ممكن أستخدم great at طب لو أروم الشاطر هستخدم إيه؟ bad at bad at يعني مش كويس فيه بعد كده ممكن يجي بعضهم noun noun يعني اسم أو verb plus ing ممكن أقول إيه؟ I'm good at I'm good at إيه مثلاً يا حلوين زي ما قالت لنا داليا playing football مثلاً لعبوا كرة القدم أو I'm bad at tidying my room أنا مش شاطر في ترتيب غرفتي يبقى good at great at bad at ممكن يجي بعدها noun ممكن يجي بعدها verb plus ing I'm good at tennis I'm good at tennis يبقى كده إيه اللي جي بعد good at tennis tennis دي عبارة عن noun أو اسم ممكن يجي verb plus ing ممكن يجي زي إيه؟ he is bad at doing jigsaw he is bad at doing jigsaw يعني هو مش شاطر في لعبة jigsaw اللي هي عبارة عن إيه؟ عبارة عن زي لغز كده وإحنا بنرتب استوار ده اسمه إيه؟ اسمه jigsaw he is great at swimming يعني هو عظيم فيه أو شاطر جدا فيه السويمين اللي هي إيه؟ bravo عليكم اللي هي السباحة بعد كده هنلاحظ حاجة هي إيه الحاجة دي؟ بنلاحظ إننا عند إضافة ال-ing لكلمة write وهي verb أصلا فعل معناها يكتب اللي هنعمله هنحذف ال-e وبعد كده هنضيف ال-ing فهتبقى writing يبقى write فعله منتهي ب-e هعمل إيه؟ لما يجي أضيف ال-ing هعمل الحذف الحذف اللي هو هحذف ال-e وهضيف ال-ing طيب كلمة زي swim swim يعني إيه؟ swim يعني يسبح هي منتهية بال-m ال-m قبلها إيه؟ قبلها فاول حرف متحرك اللي هو حرف ال-i هعمل إيه طيب في الحالة دي هعمل doubling لحرف ال-m هعمل مضاعفة لحرف ال-m وهضيف ال-ing تمام كده؟ طيب بعد كده عندنا إيه؟ عندنا الكلام عن ال-favorite sport الكلام عن الرياضة المفضلة أقول مثلا my favorite sport is handball الرياضة المفضلة بتاعتي هي رياضة إيه؟ ال-handball أو كرة اليد طيب لو الشخص عايز يسألني إيه الرياضة اللي أنت بتفضلها؟ هيقول لي إيه؟ هيقول لي which which يعني أي which يعني إيه؟ يعني أي والرياضات طبعا إيه؟ جمع فهيقول إيه؟ which are which are which are your favorite sports to do on your own؟ يعني إيه السؤال ده؟ يعني الرياضات اللي أنت بتفضل تلعبها بنفسك on your own؟ يعني أنت بتلعبها بمفردك مش في فريق تمام؟ يبقى كده هنقول إيه؟ لما نيجي نجاوب هنجيب أنواع من الرياضات الفردية يبقى اللي بيلعبها الشخص الوحده which are your favorite sports to do on your own؟ يبقى on your own يعني بنفسك فبتجاوب صديقتنا بتقول إيه؟ I like I like يعني وحب فبتقول I like playing squash on my own أنا بحب ألعب squash بنفسي يبقى I like playing squash يبقى squash هي لعبة الـ squash on my own بنفسي نقول السؤال مرة تانية which يعني إيه؟ أي which are your favorite sports to do on your own؟ فالإجابة I like playing squash on my own أوكي؟ طيب بعد كده حلوين which دلوقتي هيسأل بس تمش on your own مش بنفسك لا اللي انت بتلعبها أنا team في فريق فبيسأل مرة تانية بيقول which are your favorite sports؟ وقلنا إن كلمة favorite sports يعني الرياضات المفضلة we do يعني يمارس أو يعمل الرياضة دي which are your favorite sports to do with others with others يعني مع الآخرين or in a team أو في فريق فبتقول لنا إيه بقى؟ بتجيب لنا رياضات بنلعبها بفريق أو بنلعبها مع ناس تانية تقول لنا I like playing football in a team أنا بحب ألعب كرة قدم إيه؟ in a team يعني في فريق بعد كده يا حلوين هنلاقي إنه في ناس مثلا مش بتمارس الرياضة بنفسها وكمان ما بتلعبش الرياضة في فريق طب أمال الناس دي بتعمل إيه؟ الناس دي بتتفرج على الرياضة على التلفزيون طب هنسأل إزاي شخص بيتفرج على الرياضة على التيفي هقول له إيه بقى؟ الرياضة المفضلة اللي إنت بتحب تتفرج عليها على التلفزيون طب السؤال هيبقى عامل إزاي؟ which are your favorite sports to watch on TV؟ يبقى يتفرج على التلفزيون أو يشاهد التلفزيون watch TV يشاهد الحاجة على التلفزيون watch on TV نقول السؤال مرة تانية which are your sports to watch؟ إحنا كنا بنقول لما بيمارس to do to do يعني إنه هو إيه؟ يمارس دلوقتي to watch يعني يشاهد on TV الإجابة swimming is my favorite sport to watch on TV يعني استباحة هي الرياضة اللي أنا بحب أتفرج عليها على التلفزيون ممكن طبعا أقول أي حاجة تاني زي السكواش أو زي التايكواندو أو زي الفوسبول أي رياضة أنا بحبها وبحب أتفرج عليها على التلفزيون هقول الرياضة دي is my favorite sport to watch on TV يبقى كده يا حلوين عرفنا نسأل الشخص الرياضة اللي هو بيحب يمارسها بنفسه أو لوحده وإيه؟ الرياضة اللي هو بيحب يمارسها مع الآخرين أو في فريق وأخيرا الرياضة اللي بيحب يتفرج عليها على التيفي أو التلفزيون بعد كده عندنا تصريفات الأفعال المنتظمة طبعا وغير المنتظمة المنتظمة سهلة جدا لأننا الفعل بنضيف له d أو ed أو ind أو i ed أو k زي إيه؟ مثلا زي climb climb يعني يتسلق الماضي climbed يعني يتسلق jump jump يعني يقفز الماضي jumped قفز tidy tidy يعني ينظم أو يرتب القوضة مثلا طب الماضي بتاعها ايه؟ الماضي بتاعها tided هضيف i ed ليه بقى؟ لأن ال y عبارة عن حرف لازم أشوف اللي قدامه ايه؟ علشان هقرر الحرف ده خليه زي ما هو ولا هشيله وضيف ال i وضيف ال ed يعني عندي tidy y منتهية الفعل منتهي ب y قبل ال y في constant في حرف ساكن هعمل ايه؟ هشيل ال y وهضيف i ed فهتبقى tidy يعني ينظف أو يرتب الغرفة هتبقى ايه؟ tided practice practice يعني يمارس أو يتدرب تمام؟ طب هتبقى ايه؟ هتبقى practiced هضيف دي بس لأنه ال verbo أصلا منتهي بيه؟ بعدين تصرفات الأفعال غير المنتظمة ويدور مهمين جداً ولازم نحفظهم speak يعني يتحدث الماضي spoke تحدث write يكتب الماضي ايه؟ make made draw drew speak spoke write wrote make made draw drew بعد كده يا حلمين هنروح للexpressions and prepositions التعبيرات وحروف الجر اللي بتيجي مع بعض التعبيرات أول حاجة عندي ايه؟ عبر الصحراء across the desert across the desert وقلنا كمان نفرق ما بين desert يعني صحراء وdessert بالdouble s اللي هي ايه؟ اللي هي معناها حلويات أو تحلية اوكي do jigsaws do jigsaws احنا قلنا ان الجيكسو عبارة عن لعبة كده عاملة زي البازل بنرتب فيها الصورة المتقطعة يعني الصورة مش مترتبة فاحنا بنعمل ايه؟ فاحنا بنرتبها لما بنرتبها يبقى كده احنا بنعمل ايه؟ do jigsaw do karate do karate يعني يمارس لعبة الكاراتي on your own on your own يعني بمفردك وقلنا طبعا في فريق in a team طيب do math يعني يحل مسائل رياضية يبقى across the desert يعني عبر الصحراء do jigsaws يعني يلعب لعبة تكوين الصورة المتقطعة do karate يمارس لعبة الكاراتي on your own يعني بنفسك do math يعني يحل المسائل الرياضية وبما اننا بنتكلم عن الرياضة يا حلوين في يلا نكمل الدرس النهاردة بالجزء الخاص بالmath وهو الجزء الخاص adding and subtracting decimal numbers يعني ايه الكلام ده؟ يعني النهاردة هناخد درس هنجمع فيه ونطرح decimal number اللي هي الأرقام العشرية يبقى كده عندنا عملية ايه؟ adding adding يعني اضافة اللي هي plus زائد يعني and subtracting اللي هي طرح اللي هي minus the decimal numbers اللي هي الأرقام العشرية عند دلوقتي رقم 3.13 3.13 plus 5.49 دي عملية ايه؟ عملية adding او جمع طب ايه اللي هنعمله؟ هنكتب الأرقام زي ما انت شايفين هنكتب الأرقام تحت بعضها وهنبدأ عملية adding او عملية الجمع اول حاجة هنبدأ منين يا حلوين؟ هنبدأ من اتجاه اليمين هنبدأ من اليمين فهنقول ايه؟ 3 plus 3 plus 9 3 زائد 9 هيددينا كام يا حلوين؟ هيددينا الـ 12 هنضيف الـ 2 و هنطلع الـ 1 فوق اوكي؟ هنضيف الـ 1 على الخانة اللي بعدها طيب 1 plus 4 هيددينا كام equal 5 ممتازين وهنضيف الـ 1 اللي كان متبقي من الـ 12 فهيبقى ايه؟ هيبقى 6 تمام؟ بعد كده هنعمل ايه؟ هنضيف الـ point هنضيف الـ decimal point او النقطة العشرية وهنجمع 3 plus 5 3 زائد 5 هيددينا كام؟ هيددينا 8 يبقى كده الرقم اللي موجود معانا دلوقتي من خلال جمع الثلاثة و 13 من مية والخمسة والتسعة و 40 من مية هيبقى 8.62 تمانية اتنين وستين من مية نروح لي مسألة تانية احنا كده بنعمل ايه؟ doing math doing math يعني بنحل مساء الرياضية بيقول لي ايه في المسألة؟ if one tree if one tree يعني لو شجرة is three point four hundred fifty nine meters tall and another and another is two point seven hundred fifty three meters tall what is the difference in height between both trees? يعني لو شجرة طلها 3.459 و 2.753 ده الطول ما بين الاتنين فهنا بيسألني طول كل واحدة فيهم طبعا فبيسألني عن the difference هنا طالما قال لي the difference الاختلاف فهو هنا يقصد subtracting يقصد عملية الطرح يبقى الاختلاف نطلع الاختلاف ما بين الاتنين نطرح الكبير من ايه؟ من الصغير يبقى هنعمل ايه في المسألة؟ هنجيب الرقم الاول اللي هو الرقم الكبير وبعد الرقم الصغير وهنطرحهم من بعض وهنبدأ زي ما قلنا منين هنبدأ من اليمين اول حاجة 9 minus 3 9 نقص 3 هيدينا 9 نقص 3 هيدينا كام؟ هيدينا 6 بعد كده الخمسة مع الخمسة ايه؟ هيروحوا فهتبقى النتيجة 0 اوكي بعد كده عندي 4 minus 7 4 نقص 7 طبعا 4 نقص 7 ايه ماينفعش فهنستلف من اللي جنبها هنستلف ايه؟ هنستلف من اللي جنبها فهتبقى ايه؟ هتبقى 4 هتبقى 14 فالـ 14 هنشيل منها 7 فهيتبقى ايه؟ هيتبقى 7 بعد كده هنعمل ايه؟ هنضيف excellent هنضيف decimal point هنروح نطرح اللي بعده التلاتة اصلا احنا اخدنا منها فبقت اتنين ف2 minus 2 اتنين نقص اتنين هيبقى ايه؟ هيبقى excellent هيبقى 0 مافيش اي حاجة وبكده تكون المسألة اتحلت نروح للي بعدها يا حلوين بيقول لي جهان رانز يعني جهان جريت 3.567 كيلومتر on Sunday يعني جريت 3.567 كيلومتر في يوم اللحد and 5.258 كيلومتر on Tuesday ويوم الثلات جريت كام 558 يوم الثلات what is the total distance total distance يعني المسافة الكلية يعني عايز يشوف هي جريت يوم اللحد ويوم الثلات قد ايه؟ اللي اتنين على بعض that جهان ران فلما يقول لي total معنى كده ان هو ايه؟ بيجمع adding يبقى هنضيف اللي اتنين على بعض تمام؟ هنقول 3.567 plus 5. كلمة حلوين 258 258 هنضيف الاتنين على بعض فهنضيف 7 plus 8 7 زائد 5 كام برافو 7 زائد 5 و15 الخمسة ونطلع بالواحد على الخانة اللي جنبها هنضيفه للخانة اللي جنبها بعد كده 5 و6 كام 5 و6 11 وهنضيف عليهم الواحد هيبقى كام هيبقى 12 12 2 والواحد هيروح او هيترحل للخانة اللي جنبها 5 plus 2 5 زائد 2 كام 7 وعليهم الواحد اللي كان اصلا زايد من ال 12 فهيبقى كام يا حلوين هيبقى 8 بعد كده هنضيف ونجمع 3 زائد 5 هيبقى 8 يبقى كده عندي total بتاعهم او جمع اللي 2 اداني كام اداني 8 point 8 125 طيب يبقى كده نركز لما يقول difference الاختلاف يبقى كده طرح لما يقول total الاجمالي او المجموعي الكل فكده هيبقى ايه هيبقى adding او جمع وبكده يكون الدرس انتهى اتمنى انكم تكونوا استفدتم ونتقابلوا قريب جدا بإذن الله في الدرس التالت استنونا مع السلامة اشتركوا في القناة